طيب معي سيرديان فاسيليبيتش الموديل الفني السابق لمنتخب أنجولا وسربيا وده اللي كان منح الفرصة بالمناسبة للمبلول اللعب في المنتخب في 2017 يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله السلام عليكم كيف حالك؟ أنا أشكركم جزيلا على استضافتي بداية لازم أسألك عن كاس الأهم الأفريقية حتى هذه اللحظة بشكل عام شايفة إزاي البطولة في البداية أنا أود أن أشكر إتاحتي للإتاحة الفرصة لي أن أتواجد على قناتكم الوجالة في تلفزيون المصري هذا شرف لي وبطولة أم أفريقيا هي بطولة غير متوقعة حتى الآن بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة لأن كثير من المنتخبات الكبيرة قد خرجت بالفعل من المنافسة وفرق صغيرة قد بقيت في البطولة حتى الآن فهذه النسخة حتى هذه اللحظة تمثل مفاجأة كبيرة جدا جدا لي هل شاهدت منتخب مصر أو لو شاهدت منتخب مصر ما رأيك فيما قدموا في هذه البطولة قبل الخروج؟ أنا شاهدت كل مباراة لمنتخب مصر حتى الآن أنا أحببت ما قدمته مصر لأن مصر في العموم منتخب كبير بطل كبير لأفريقيا وأعتقد أن مصر أخذت حوالي سبعة أو ثمانية كؤوس حتى الآن فأعتقد أن مصر قدمت نتائج جيدة جدا في الماضي ولكن لا أعرف ما هي المشكلة حاليا في مباريات مصر مصر لديها لعبين جيدين أسماء كبيرة تريزي جي محمد صلاح لديكم أسماء كبيرة ولعبين جيدين وفريق جيد في المجمل ولكن في اعتقادي وهذا رأيي الشخصي أن مصر يجب أن تلعب معا لعبي مصر يجب أن يعبوا معا يجب أن يلعبوا بطريقة هجومية أمام أي خصم ويجب أن يسلكوا الهجوم فقط في كل مباراة وهذا ما أود أن أرى ولكن هذا ما لم أره في مباريات مصر كما قلت لا أعرف ما هي المشكلة ربما تكون ربما افتقاد افتقاد روح الفريق فقد بعض الدعم من جانب معين ولكن بالنسبة لي النتائج في هذه النسخة كانت محبطة جدا من جانب مصر ترجمة نانسي قنقر